أعربى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن سعادته بففز المهرة نايت باتل بالمركز الأول في مدمار اللاندفيل ببريطانيا لسباق الخيل وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن حصول المهرة نايت باتل على المركز الأول يعتبر انموذجا مميزا للمشاركات البحرينية الناجحة في المحافل الخارجية بعد أن سجلت العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية وهو ما يؤكد المسيرة الناجحة للرياضات الفروسية البحرينية وتأكيد مكانتها المرموقة خارجيا وأشار سموه أن فوز المهرة نايت باتل بجدارة واستحقاق في الشوط الخامس سيكون حافزا للمشاركات البحرينية القادمة متمنيا سموه دوام التوفيق للمشاركات البحرينية في الفترة القادمة وأشار سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة بجهود المدرب إيد وسايمون كروسفورد في تهيئة الأجواء المثالية لهذه المشاركة وجاء فوز المهرة نايت باتل بالمركز الأول في الشوط الخامس من الحفل نافوستيك والمخصص للمهرات والأفراس عمر ثلاث سنوات فأكثر والممتد على مسافة ألفين متر على الأرض الصناعية محققة فوزها الأول في مشاركتها الأولى ومحققة الانتصار الثالث لسموه بالعام الجاري بعد فوز لا تحاتي بسباقين ترجمة نانسي قنقر